اشتركوا في القناة تعاني من تشتت وتبعسر خلال الفترة الماضية وبالتالي عمل مجلس سوريا الديمقراطي على الحوار السوري السوري كي يتم انتاج ما يسمى تجميع المعارضة السورية والقوى الوطنية الديمقراطية تحت راية واحدة وبالتالي عمل على مجموعة من الندوات واللقاءات المستمرة لغاية توحيد هذه المعارضة على توافقات يمكن ان تؤدي الى تجميع هذه القوى وتم اطلاق ما سمي لاحقا بمسار ستوك هولم وتم عقد اربعة لقاءات من اجل التوصل الى توافقات في الرؤى والمفاهيم للوصول الى ما يجمع هذه القوى وصولا الى الحل السياسي في سوريا وبالتالي كان هناك فكرة عقد مؤتمر للقوى الوطنية الديمقراطية كي تكون تمثيلا ما امكن للمعارضة السورية وبالتالي مجلس سوريا الديمقراطية عمل على ذلك وسيبقى هو جزء من هذا المسار ويسعى بكل ما يستطيعه لتحقيق هذا المسار خلال الفترة القادمة اشتركوا في القناة